موسيقى نشط التسعة براششة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين تقرير صادر عن الأمم المتحدة يكشف أن نصف سكان ليبيا تأثر بالنزاعات المسلحة الدائرة في البلاد وأن مليونين ونصف المليون منهم يحتاجون مساعدة عاجلة قوات شرى ثوار بنغازي تصد تقدما لقوات حفتر في الهوار وعناصر تمريض أجنبية تغادر مستشفى الجلاب المدينة بسبب غياب المخصصات المالية وتدهور الوضع الأمني المبعوث الأممي لليبيا برنر دينوليون يقول أن المشاركين في الاجتماع حول ليبيا أجمعوا على ضرورة تشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل 21 من أكتوبر الجاد أهلا بكم ما كشف التقرير الأخير الصادر عن فريق العمل الإنساني التابع للأمم المتحدة في ليبيا عن معلومات صادمة حول ما وصلت إليه أرقام المتضررين جراء النزاع الدائر في البلاد حيث تضرر نصف عدد سكان ليبيا البالغ حوالي 6 ملايين و300 ألف شخص تضرروا جراء النزاع الدائر في البلاد المزيد في سياق هذا التقرير ثلاثة ملايين شخص هو ما يمثل تقريبا نصف عدد سكان ليبيا البالغ عددهم حوالي 6 ملايين و300 ألف شخص وهو عدد المتضررين جراء النزاع الدائر في البلاد من بينهم ما يقارب من مليونين ونصف المليون هم بحاجة عاجلة للمساعدات الغذائية سواء بسبب حصارهم في أماكن الاشتباكات أو بسبب عدم توفر الأموال اللازمة لديهم لشراء احتياجاتهم وذلك بحسب تقرير صادر عن فريق العمل الإنساني التابع للأمم المتحدة في ليبيا التقرير صنف المحتاجين في البلاد ما بين نازحين عن منازلهم وصل عددهم إلى أكثر من 400 ألف شخص 86% منهم لا يملكون أوراق ثبوتية بسبب الظروف التي رافقت نزوعهم وآخرون لازالوا يقيمون في منازلهم ولكن يصحب عليهم تدبير احتياجاتهم الغذائية والطبية وقد وصل عددهم إلى ما يزيد عن مليون و700 ألف شخص كما بيّنت الحصائية وصول عدد طالب اللجوء إلى أكثر من 100 ألف شخص فيما وصل عدد المهاجرين خارج البلاد إلى ما يزيد عن 150 ألف شخص وقد كشف التقرير عن وصول عدد الأطفال الذين يحتاجون للعلاج النفسي إلى أكثر من 270 ألف طفل في مدينتي طرابلس وبنغازي وحدهما أما على مستوى التعليم فقد بيّنت تقرير انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس في جميع مناطق بلاد بنسبة تصل إلى 20% بشكل إجمالي فيما قفزت هذه النسبة في بنغازي لتصل إلى أكثر من 50% بسبب الحرب الدائرة في شوارعها والتي أجبرت معظم المدارس على إغلاق أبوابها أو حولتها لمراكز للنازحين من مناطق أخرى المنظمة قالت إن النزاع المتصاعد وغياب الأمن وتزايد معدلات الجريمة سهم في دفع معظم منظمات الإغاثة الدولية إلى الانتقال المؤقت خارج البلاد فيما تواجه المنظمات التي فضلت البقاء مخاطر تتعلق بالسلامة وصعوبة الوصول لبعض المناطق ففي سرطة التي تحتبر معقلا لما يرفب تنظيم الدولة في ليبيا بحسب التقرير فإنه من المستحيل الوصول إليها إضافة إلى الصعوبات التي تواجه المنظمات في الوصول إلى بعض المناطق في بنغازي ودرنا والكفرة وسبها وأباري وغات أكد مصدر بشرة ثوار بنغازي صد قوات المجلس تقدم لقوات حفتر في محور الهواري صباح اليوم وأضف المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هذه الشبكات أسفلت عن سقوط قتلى وجرحة في صف قوات حفتر مشيرا إلى أن باقي المحاور في المدينة تشهد هدوءا نسبيا وأوضح المصدر أن قوات حفتر كثفت المدة الماضية من غاراتها الجوية عقب إطلاق ما يعرف بعملية الحتف وهو ما أدى إلى تسوية بعض المنازل بالأرض والتضرر أخرى دون أن تتمكن من تحقيق أي تقدم على الأرض حسب قوله أفاد مستشفى الجلاب بنغازي بمغادرة ستة من عناصر التمريض المغتربة ليصبح عدد من غادر المستشفى من هذه العناصر عشرين عنصرا منذ نهاية أغسطس الماضي وذكر المستشفى عبر صفحته أن مغادرة الفرق الطبية الأجنبية تعود إلى عدم حالة المخصصات المالية وامتناع المصارف الليبية عن تحويل المبالغ المالية لذويهم خارج البلاد فضلا عن الوضع الأمني المترد داخل المستشفى وأشار المستشفى إلى أن هذا النقص يؤثر سلبا في الخدمة الطبية بالمستشفى خاصة ممن يوجدون في أماكن حساسة وهي العنايات المركزة والعمريات بصفة عامة هذا وعبر عضو المجلس البلدي بنغازي عوض القويري عن استيائه من قرار وزير الصحة بحكومة الأزمة والقاضي بحالة 90% من ميزانيات المستشفيات المغلقة ببنغازي والواقعة في مناطق الاشتباك لمستشفيات خارج بنغازي وأوضح لقويري لقناة ليبيا لكل أحرار أن المجلس البلدي بنغازي رفض بشكل رسمي هذا القرار مؤكد أن هذه المستشفيات تعمل في مقرات أخرى مطالبين إياه بصرف هذه الميزانية على المستشفيات العاملة داخل بنغازي إلا إلى أنه تراجع عن قراره وسمح بصرف 40% منها داخل بنغازي وأضف عضو المجلس البلدي أنه تم رفض قرار سابق لوزير الصحة بحكومة الأزمة يقضي بفرض جباية على المواطنين في مستشفيات بنغازي وهو ما يعد بحسب قويري مخالفة للقوانين والنظم المالية فضلا عن ما تمر به المدينة من ظروف صعبة قال عضو المجلس البلدي بنغازي عبدالقويري أن قرار مغادرة الأطقم الطبية الأجنبية لمستشفيات المدينة سيؤثر بشكل مباشر في عمل هذه المستشفيات حيث ستعاني من نقص الخدمات داعيا إلى الرجوع للكوادر الطبية الوطنية التمرضية نحن يسدي متفقين معك سيد الوزير أنك تحجر 90% من ميزانية هذه المستشفيات عنها لكن تبقى هذه الميزانية داخل مدينة بنغازي لأن هذه الميزانية بنغازي هي أصلا خاصة الصحة بنغازي فهو تحايل أخيرا عليها الحقيقة بقرار بالجدول الأخير الذي نشر أمس في وصائل الإعلام من 40% من هذه الميزانية تبقى داخل مستشفيات بنغازي قتل شخصان بمدينة جدابيا ستعرضهما لإطلاق نار من قبل مجهولين وذلك بعد خروجهما من صلاة العشاء أمس الجمعة وأوضح مصدر خاص من جدابيا فضل عدم الكشف عن هويته أن سيارة معتمة الزجاج أطلقت الرصاص على الشخصين ولذت بالفرار مشيرا إلى أن الحادثة وقعت بحي الأدغال في مدينة جدابيا وأضف المصدر أن أحد القتلين فارق الحياة مباشرة وأن الآخرة توفي بعد ساعات من وصوله للمستشفى منوهان إلى أن التحقيقات ما تزال جارية للتعرف على الجناع إلى درنة حيث أفاد مصدر بمجلس شورى أبو جاهدي درنة بسيطرة قوات المجلس على مربع المنطقة الصناعية بحي الساحل الشرقي بعد معارك اندلعت عصر الجمعة مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة والذين تمركزوا بالمربع في وقت سابق وأضف المصدر أن الشبكات دارت بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وحاول عناصر التنظيم دحر قوات المجلس باستهدافهم من خلالهم ارتفعات الفتايح المطلة على الساحل الشرقي يشار إلى أن عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة منتشرين بحي الأربعمية ومنطقة الفتايح وقاموا بتفخيخ الطرق بالمتفجرات بحسب مصادر من المدينة نفى الناتق الرسمي باسم جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى علي الحاسي سيطرت ما يعرف بتنظيم الدولة على ميناء السدر النفطي وأضاف الحاسي في تصيح لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم إعلان حالة الاستنفار في صفوف مقاتل الجهاز نافيا للأنباء التي تتحدث عن دعوة سكان مدينة النفلية لإخلائها كما أشار الحاسي لوجود تنصيق بين القوات التابعة للجهاز مجهة ووزارة الدفاع التابعة لحكومة الأزمة ولجنة الدفاع المشكلة من قبل مجلس النواب من جهة أقرأ في موضوع مواجهة ما يعرف بتنظيم الدولة وقال الناطق باسم حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى على الحاسي نامر حرس المنشآت رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى وتم استدعاء كافة كتائب الإسناد نافيا الأنباء التي تداولتها بعض القنوات الإعلامية حول الاستلاء ما يعرف بتنظيم الدولة على ميناء السدر النفطية تمكن طالح حرس المنشآت النفطية من الانتباه لقدوم سيارة مستهدفة تفجير البوابة وتم على الثور التعامل معها وتم قتل الارعابي الذي كان ينمي لتفجير السيارة في البوابة ثم بعد ذلك تم التعامل مع سيارات الحماية التي كانت خلص السيارة للهجة الليبية نوع كانتر لمنزلوا وحصل اشتباك بينهم وبين عناصرنا في البوابة ونفج عن ذلك استشهاد كل مننا شهيد منصور مفتاح الماردن وشهيد حسين حمد العصر على الماردن قال المبعوث الأممي لليبيا برنردينو ليون المشاركين في الاجتماع حول ليبيا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك قال إنهم أجمعوا على ضرورة تشكيل حكومة الوفاق الوطني دون تأخير وقبل الواحد والعشرين من أكتوبر الجاري وعشر ليون في بيان عقب الاجتماع الذي يقيم في مقر الأمم المتحدة الجمعة إلى اتفاق المشاركين على محاسبة أي ضرف يقوم بعرقلة أو تقويض الاتفاق السياسي واستعدادهم لتقديم الدعم إلى ليبيا في حال توقيع الاتفاق والموافقة عليه من قبل جميع الأطراف وأكد ليون التزام المشاركين القوي بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها هذا وقد عكست الكلمات التي ألقاها مندوب الدول المشاركة في الاجتماع الذي احتضنته أو احتضنه مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول ليبيا عكست تباينا في الأولويات بالنسبة للمشاركين رغم إجماعهم على دعم التوافق السياسي الاجتماع حضرته أيضا أطراف الحوار الليبي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردين ليون الذي تلى بيانا أكد خلاله جملة من النقاط كانت محل إجماع من المشاركين أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها دعم المشاركين للاتفاق السياسي الذي تم إنجازه وتوزيعه على أطراف الحوار السياسي كما نوهت إلى إجماعهم على أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الحالي ورفضهم لأي حل عسكري أو أحادي جانب وأشار بيان البعثة إلى إجماع المشاركين على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني قبل الموعد الذي حددته الأمم المتحدة وهو الواحد والعشرون من أكتوبر الجاري فضلا عن تأكيدهم على الحاجة الملحة لوضع ترتيبات أمنية ملائمة ومنها وقف إطلاق النار من أجل إيجاد بيئة مواتية لتنفيذ الاتفاق ثم الشروع في بناء دولة ليبية حديثة ذات مؤسسات هذا وجاء في نص بيان البعثة أن المجتمع الدولي قلق من تزايد ما سماه بالتهديدات الإرهابية في ليبيا على حد تعبير البيان وما تمر به البلاد من وضع إنساني واقتصادي سيء وقال البيان إن ممثلي الدول المشاركة مستعدون لتقديم المساعدة المطلوبة بمجرد قبول الأطراف الليبية بتوقيع مسودة الاتفاق السياسي داعين إلى ضرورة الإسراء باعتماد دستور للبلاد من أجل إنهاء المراحل الانتقالية هذا ووجه بيان البعثة الأممية خطابا شديدا لهجة للأطراف التي تعمل على تقويض وعرقلة الاتفاق السياسي وأنهم سيكونون تحت ضائلة قرارات مجلس الأمن على حد تعبير البيان قال الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون في اجتماعا رفيع المستوى الذي عقد حول ليبيا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك إن المجتمع الدولي سيدعم قرار المتحاورين في الصغيرات في حال تم التوقيع على الاتفاق السياسي ودعا بن كيمون جميع الأطراف لنبذ العنف ووقف إطلاق النار من أجل إفساح المجال أمام الوصول إلى اتفاق سياسية اجتماع دولي رفيع المستوى برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون احتضنته الجمعة نيويورك في إطار السعي لتشجيع السياسيين الليبيين المشاركين في الحوار على توقيع مساودة الاتفاق المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام برنادي نوليون وإنهاء الأزمة الليبية بالتوافق بين الأطراف المتنازعة اجتماع حمل الكثير من الوعود الدولية للفرقاء في ليبيا بدعم القرار الذي ستثمره جلسات الصخيرات المجتمع الدولي موحد لدعم مجهودكم المشترك لاختيار السلام بدل العنف والاستقرار بدل الفوضى لمزيد من الوقت دون تواصل الاتفاق بين الفرقاء كان هذا الموقف الأمريكي والذي عبر عنه لسان وزير خارجيتها لا نستطيع أن نتعمل المزيد من التأخير يتحتم على جميع الأفراد أن تعمل على التوقيع على الإطار النهائي وتصد الثقرات لتشكلة الحكومة من جهتها أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني بمبلغ مئة مليون يورو والتي يعتقد الاتحاد أنها ستكون قادرة على مواجهة المشكلات في البلاد نحن مستعدون الاتحاد الزبير ضد من يتأخذون إجراءات سلبية طريق هذا الأمر والعمل السياسي يأتي هذا في مرأة بريطانيا أن أطراف الحوار أمامهم فرصة تاريخية لوضع حد للقتال الدائر في البلاد ومواجهة تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتزايدة أمامنا فرصة تاريخية لنضع حدا للإقتتال وإراقة الدماء وأن نضع ليبيا على مسار الاستقرار والأمن والازدهار رأينا النتائج الكارثية للصراعة والأزمة الإنسانية في بينغازي والجنوب وتوالت خطابات الدعم الدولي من أجل توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء الليبيين من دول عدة منها السويد التي أعلنت دعمها للاتفاق ومن ثم البدء في تشكيل حكومة الوفاق وإسبانيا التي أكدت أنه على السياسيين في ليبيا تحمل مسؤولياتهم والالتزام بالتوصل للاتفاق السياسي ولم تختلف المواقف الإقليمية والعربية عن رؤى القوى الدولية فجاءت في مجملها داعمة للحل السياسي مؤكدة أنه لا خيار للفرقاء غير التوافق فكرة أشمل عن أبرز المواقف الإقليمية والعربية التي سجلت خلال الاجتماع الدوري رفيع المستوى برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون في التقرير التالي دعا مندوب الاتحاد الأفريقي خلال الاجتماع المنعقد بنيويورك أطراف الحوار الليبي إلى تغليب مصلحة الوطن العليا معبرا عن قلق الاتحاد الأفريقي من استمرار القتال في ليبيا ما خلف تدهور الوضع الإنساني وانهيار مؤسسات الدولة اغتنموا هذه الفرصة ليدعوا جميع الأطراف الليبية الحاضرة معنا اليوم إلى تغليب المصلحة العليا لبلادهم على أي اعتبار آخر وذلك من خلال دعم اتفاق سياسي من شأنه أن يمكن البلاد من المضيق قدما في العملية الانتقالية إلى ذلك أكد مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون تعاون الدولي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استعداد بلاده لتقديم المساعدات للدولة الليبية على أن تكون هذه المساعدات عبر حكومة قوية داعيا أطراف الحوار للتوصل إلى اتفاق شامل في قطر نريد التعامل مع حكومات قوية ملتزمة بتحقيق طموحات شعوبها ولذا فإننا نجدد التزامنا بدعم حكومة التوافق الوطني في ليبيا تنهي الانقسام وتسعى للمش شمل الليبيين وبناء أمنها ونمائها من جانبها أوضح وزير شؤون الافريقية والمغاربية الجزائري عبد القادر مساهل أوضح أن المجتمع الدولي لا يرى بديلا لإنهاء الأزمة دون التوقيع على الاتفاق السياسي دون تنفيذ الاتفاق فإن الشعب الليبي سيتحمل الخسارة الأكبر والإرهاب سيفوز في هذه المعركة هذا ويرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الأولوية الآن في ليبيا هي تشكيل حكومة الوفاق الوطني نعتبر أن الأطراف التي ما زالت تماطل ما هي إلا أطراف مقودة لعملية التحول السياسي يتعين على المجتمع الدولي التعامل معها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مواقف عربية وإقليمية تبلورت في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك واتفقت على أن لا حل لأزمة ليبيا غير التوافق السياسي على أمل أن تكون جولة القادمة للحوار هي الحاسمة بين الفرقاء الليبيين أكدت السفيرة الأمريكية لذى ليبيا ديبورا جونزا على ضرورة وجود حكومة وحدة وطنية في ليبيا للتعامل مع الأزمات الإنسانية وتلبية احتياجات الشعب وأضحت جونزا في سلسلة تغريدات لها على تويتر أن المبعوث الأممي لليبيا بيرناردينوريون قام بمجهودات كبيرة للتواصل الاتفاق النهائي بين الأطراف الليبية المشاركة في العملية السياسية حسب وصفها ذا واضفت ديبورا جونزا أنها أنهت عملها كسفيرة لبلادها في ليبيا معبرة عن امتنانها للعمل مع الليبيين نشتنا متواصلة وفيها بعثة الحج الليبية تقول أن البحث جار عن المفخودين من الحجاج الليبيين في مستشفيات السعودية وتؤكد أن السلطات السعودية لم تفتح بعض ثلاجتين لحفظ الموتى تقرير صادر عن الأمم المتحدة يكشف أن النصف سكان ليبيا تأثر بالنزاعات المسلحة الدائرة في البلاد وأن مليونين ونصف المليون منهم يحتاجون مساعدة عاجلة قوات شرث وار بنغازي تصد تقدما لقوات حذر في الهوار وعناصر تمرض أجدبية تغادر مستشفى الجلاب المدينة بسبب غياب المخصصات المالية وتدهور الوضع الأمني المبعوث المميل ليبيا برنردين ليون يقول أن المشاركين في الاجتماع حول ليبيا أجمعوا على ضرورة تشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل 21 من أكتوبر الجاري أكد الناطق باسم مديرية الأمن بالكفرة محمد خليل عودة الهدو إلى المدينة بعد الشباكات عنيفة شاهدة ليلة أمس بكافة أنواع الأسلحة مع سقوط قضائف هون على بعض الأحياء وأضف خليل لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الجماعات المسلحة المتمركزة بمنطقة كدرفي جنوب المدينة هي من قامت بإطلاق قضائف الهون مشيرا إلى أن المعلومات الأورية تشير إلى عدم سقوط ضحايا في سياق آخر أكد خليل إغلاق الطريق الرابطة بين مدينتي جالو والكفرة بعد ساعات من إعادة فتحها يوم أمس بسبب قيام المجموعات المسلحة المنتشرة بالقرب منها بالاعتداء على سيارات محملة بالإغاثة كانت في طريقها للدخول إلى المدينة قال رئيس اللجة الإذارية لبعثة الحاج الليبي صبر الفرجانين البحث ما زال جاريا عن المفقودين من الليبيين في كل مستشفيات السعودية عبر الصور وقوائم البصمة وأوضح الفرجان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن السلطات السعودية لم تفتح بعض ثلاجتين لحفظ الموتى لمن قضوا بحادث التدافع في ميناء إذكرنا عدد المفقودين من الحجاج الليبيين بلغ سبعة حجاج فيما قضى أحد عشر حاجا في حادث التدافع بميناء وأخر بحادث سقوط الرافعة وتوفي أربعة حجاج وفاة طبيعية ارتفع عدد من انتشلهم فريق البحث عن الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى أربع وخمسين جثثة تعود لمهاجرين غير نظاميين من شواطئ منطقتين تاجرى ومعيتيقة بطرابلس وقال مدير مكتب آل إعلام بفرعي الهلال الأحمر بطرابلس مالك مرسيط إن جميع من تم انتشالهم من الرجال ويحملون جنسيات دول أفريقية وإن أغلب الجثث كانت متحللة وأشرى مرسيط لأنه تم نقل جميع الجثث إلى مشحة مركز طرابلس طبي من أجل معرفة هوية أصحابها انطلقت فعالية المسابقة الأولى لحفظ القرآن الكريم والأربعين النووية والخطابة والأذان بمركز قباع لتحفيظ القرآن الكريم بغريان بمشاركة 350 متصابقا من مختلف مراكز التحفيظ بالمدينة وتناولت المسابقة جوانب حفظ القرآن الكريم كاملا وحفظ نصف القرآن الكريم وحفظ ربع القرآن الكريم وحفظ الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم وجزء عامة وتشارك 70 متصابقا من ضمن المتسابقين في جانب الأربعين النووية و38 متصابقا في جانب الخطابة والأذان إلى عنوان النشرة تقرير صادر عن الأمم المتحدة يكشف أن نصف سكان ليبيا تأثر بنزاعات المشلحة الدائرة في البلاد وأن مليونين ونصف المليون منهم يحتاجون مساعدة عجلة قوة شر ثوار بنغازي تصد تقدم لقوات حفر في الهواري وعنصر تنريض أجنبية تغادر مستشفى الجلاب المدينة بسبب غياب المخصصات المالية وتدهور الوضع الأمني المبعوث الأممي لليبيا برناردينو ليون يقول إن المشاركين في الاجتماع حول ليبيا أجمعوا على ضرورة تشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري تتم النشرة في أميل اشتركوا في القناة